السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبابي عاملين ايه? نظر ان شاء الله هنعمل الصلصة تماطم بطريقة طبعا حلوة جدا ان شاء الله. انتوا عارفين يمندون ان شاء الله للتماطم آآ سعرية رخيص جدا. نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل والسلام على سنة محمد والعليه وصحابه وسلم. انا عندي هنا ستة كيلو اوتا غسلتهم كويس قوي. وقطعتهم من انصاص. عايز اصعار بعض طريبها اطعي بس انا قطعتها الاوتا نصين. وطبعا ما تحطيش مية خالص عليها. اه حطتها على البتجاز اول غلوة عليها البتجاز وبعد كده حوطي خالص. اه فطبعا انا اه عندي بنجرتين يعني اجيب بنجرتين كده. حيلوين كوبار شوية. على الستة كيلو. قطعتهم اربع وديتهم غلوة على البتجاز. وضفتهم الوقت كده على الطماطم. غلوها بحدة بس بالعالي بعد كده حوطي خالص. واتسيبها بقى براحطها خالص. هتبسك لها الاوتا اللي مالية الحالة دي كلها. بقى تقلم النصها. والطريقة دي طبعا بتحفظها عايزة تحفظها في الفريزر او برة الفريزر مش حالي لها اي حاجة. لو عبيتها البطر منات تحت الدرج بتاع الفريزر ما بيجراش لها اي حاجة. اه طبعا كده شايفين هي استاوت خالص اهي. البنجر ده بخالص اهو. الاوتا تصفت خالص. اه طبعا كده احنا هنسيبها تبرد وما تبرد ان شاء الله هنعملها في الخلاط. نعمل تقى في الخلاط وبعد كده صفيتها ودي ده التفل ده طالعي منها لازم تصفيها. حاد ده بقى غلوة على البطجاز. شايفين بقى لونها جميل اوزة. هقربها لكوا هي. بقت حمرة وجميلة. انت عارفين البنجر طبعا ليفها ويده جبيرة جدا وجميل اوي. فطبعا نحطه في الطماطم حابي ادي ايه كمة غزائية عليه. كده موطير بطجاز خارس وخلي بالك لان الصلصة مطي وتخلق ما بتبقى حابة بسيطة في الحل كده بتبدل تعمل فرقعات وتنطور عليه. فحاول انك انت تتولعي اللي بتجاز وتوطي وتبقى ايديك فيه. هنحط هنا معلقة السكر. هو البنجر معطوات مش محتاج سكر بس السكر دية المعلقة دي مادة حافظة. هتعافز على الصلصة مش حاجر لها اي حاجة. شايفين بقى بتفرقع الزوت. اه طبعا نخلي بالنا من الحتة دي عشان متتلسعيش منها. تقلبي بها كده تبضل يوقفي عليها بتجاز ما بتاخدش بس بتعديقتين. شوف لنا جميل ازاي? مكاومة حلو. كده هنديها غلوة تاني وبعد كده ندفع عليها ونشوف هنعمل ايه? منذ القطة رخصة جدا بتلاتة وتلاتة تلاتة وتلاتة وتلاتة ونص سعرها حلوة جدا. تعرفون ان بعد كده بتقلقوطها جيبت بقى غالية جدا وتقسعها علي قوي. ففرصة اليومين دول تعاملها وتشيلها الرمضان وان شاء الله نبقى نصلصل برضو لتزبكة الصلصة بتاعت الماكونة ووريكو تشيلها ازا ان شاء الله. هنا بردت خارس ايه? انا عبيها بقى في الكيس. ونشوف معنا جبتي بولو حطيت فيها الكيس عشان اعرف عبيها فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بتحطي بقى لحسب ايه? اه احتياجي كنتي. عايزة تخليها صلصة مسلا تعبي في الكيس كافي مقدار محشي كافي مقدار مكارونا ممكن تعملها على تمنت كياس على ست كياس. آآ على حسب ما انت احتياجك لي. انا عبيهم بقى كلهم في الكيس ووريهم لكم ان شاء الله مع بعض. يقفلي بقى الخرجة من الكيس الهوى خالص وتقفليها كويس زي ما عملنا في ايه اكلات تانية قبل كده ففض اهم حاجة الهوى من الكيس. عبيهم بقى ونشوف مع بعض ان شاء الله. اه كده اتعبت هي يا جماعة بصوا في الكيس حمره مش محتاجة كامل ايه? البنجر ميخليها حمره جدا وطعمها مسكر وحلوة او. وان شاء الله اتقابل في اكل جديد من اكلات تانونة وان شاء الله نحفظ حالك كتير.